أهلا وسهلا أهلا أهلا ولقاءنا الأسبوع الرائع والجميل والمحبب دائما إلى نفسنا يا جميعا مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا بك مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم مولانا عندنا أوضاع راهنة وعندنا حرب قائمة وده هيخليني لازم أسأل على ما هي الحرب في الإسلام وكيف تدار الحرب في الإسلام أكيد ربنا علمنا مجموعة من المبادئ الرئيسية ننتهجها عندما نكون في حالات حرب حتى مع أشد الأعداء أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم أولا الأصل في الإسلام السلم والسلام آيات السلام ومشتق منها 133 مرة في القرآن الكريم آيات الحرب 6 ووصفت بوصف منفر في سورة محمد حتى تضع الحرب وأوزارها الحرب في الإسلام أو الجهاد المشروع لعلم الجهاد الدفع وليس جهاد الطلب لا يوجد عندنا احتلال أرض الغير إطلاقا هو اسمه جهاد الدفع اللي وفى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بس إن انتهى وخلص يبقى نرجع إلى السلم والسلام لأن هي ضرورة ملجئة أو جدها أعداء الإسلام لكن الإسلام لا يسعى إلى الحرب ولذلك في جملة أخلاقيات إسلامية في جهاد الدفع اللي هو الجهاد المشروع بضوابطه أقولها كده بإيجاز أول شيء والله أقوله ده كله هيتنزل على قطاع غزة بالمناسبة في فلسطين المحتلة أول حاجة عدم قتل أو إصابة مدنيين عدم قتل أو إصابة مدنيين الفقهاء في الفقه التراث الموروس عبروا عن ذلك يعني عن المدنيين بكلمة الفلاحين يعني الموادعين الذين لا يستخدمون أسلحة الكلام ده نلقاه في المنطقة الباجي في الفقه المالكي نمرة اتنين من الأخلاقيات الإسلامية في الجهاد المشروع جهاد الدفع عدم استخدام أسلحة الضمار الشامل قد تعجب ويعجب المتابعون الكرام فالفقه التراث الموروس شو بقى الفقهاء المسلمين أقولوا إيه ويحرم استخدام الرماح المسمومة في قتال الأعداء يعني قبل ما يطلع تجريم القنابل النووية والزرية والجرسمية والعنقودية إلى أخره فقهاء الإسلام استنباطا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطاهرة تنبهوا إلى عدم استخدام أسلحة الدمار الشامل حتى في قتال الأعداء وكما قلتم فلا رمح مسموم ولا سعر مسموم ولا سيف مسموم قالوا كل الكلام ده نمرة ثلاثة عدم إيزاء الأسر مطلق الأسير يحترم ويكرم ويوفر له الغذاء والدواء والشراب والإقامة إلى أن يسلم إلى الجهة التي جاء منها ويحرم لاعتداء على الأسير بأي أنواع لاعتداء نهائيا يعني الأسير والأسرة ويريت الباحثين يرجعون إلى كتاب معاصر جميل اسمه أثار الحرب الأستاذ الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله نمرر مع الإسلام مع المواسيق الدولية في أخلاقيات الحرب يعني مثلا نحن نحترم في الأزهر الشريف منارة العالم الإسلامي كله قواعد لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية العام 1907 نحن في الأزهر الشريف نحترم اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 بحماية المدنيين نحن في الأزهر الشريف نحترم البروتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جينيف الأربعة لعام 1977 بطبيعة الحال دي أخلاقيات موجزة في الوقت المتاح في الحرب في الإسلام وأنبه بالنسبة لواجب المسلمين وبنبه وبكرر نحن لا يوجد عندنا حرب طلب اللي هو احتلال أرض الغير أو استعباد الغير أو استنزاف أموال الغير يعني حضرتك حينما ترجع إلى المعارك في صدر الإسلام كلها دفاعي طبعا ولذلك في خطأ ينبغى أن يصحح لما بيقولوا في بعض الكتب الغزوات لا غلط الرسول لم يغزوا أحد يعني حضرتك معركة بدر في المدينة معركة أحب في المدينة معركة الخندق أو الأحزاب طبعا في المدينة معركة فتح مك كانت لحماية خزاعة التي غطرت بها قريش خرقوا صلح الحديبي بالزبط كده الله ينور عليك مؤتة أبوك كله كان دفع الأعداء قبل أن يأتوا لهد ده ما أدخل بالنسبة لي يعني مهمة جدا